أهلا بكم من جديد قالت مصادر للجزيرة إن مواجهات جرت بين الشرطة البحرينية ومحتجين في منطقة حي سنابس بالعاصمة هذا وشهدت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية التكملية التي تقاطعها المعارضة إقبالا ضعيفا في الدوائر التي تسكنها غالبية من أنصار المعارضة هذا ودع تلاف الرابع عشر من فبراير المعارضة إلى استمرار التظاهرات التي بدأت يوم أمس في ماسومية يوم الزحف إلى الميدان في إشارة إلى تقاطع الفاروق دوار اللؤلؤ سابقا يشار إلى أن السلطات البحرينية لم توافق على دخول الجزيرة لتغطية الانتخابات رغم إرسال خطاب رسمي لطلب الموافقة بالدخول